أقد المرشح الرئاسي عبد السند يماما رئيس حزب الوفد مؤتمرا جماهيريا بقرية ميت فارس بالمنصورة بمحافظة الدقاهلية وأكد المتحدث باسم الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد السند يماما أن المؤتمر الجماهيري الأول لرئيس حزب الوفد بالدقاهلية وأولى المحطات في خارطة المؤتمرات الجماهيرية مشيرا إلى أن يماما قام بعرض البرنامج الانتخابي الخاص به خلال المؤتمر حتى يتعرف الأهالي والمواطنون على رؤيته إلا أنا بقدمه أو البرنامج الاقتصادي مش أنا اللي أعددته ولكن اللي أعدده أساتذة في علم المالية وفي علم الاقتصاد فإحنا محتاجين وهذا لأن أي حزب له توجه سياسي معين لكن إصلاح البلد أعلى ويتجاوز إذن الإصلاح يكون به علماء وأساتذة ينح جانبا النحية الحزبية من أجل الإصلاح الاقتصادي تقدم اللجنة لا تعطي صوتك إلا من يحقق أمالك وهدف هذه البلد ومستخدمه